السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم محمد حدايدي اليوم 31 مايو اللي هو 31 شهر 5 2019 نقول لتطبيق البي بي ام جود باي زي ما هم قايلين في داخل تطبيقهم اليوم جبنا لكم اللي هو التطبيق البديل يحمل تقريبا نفس المميزات ولكن شغلة القنوات اللي كانت موجودة في تطبيق البي بي ام هذا التطبيق ما في قنوات غير كذا يعني كل المميزات تقريبا نفسها وفي مميزات ايضا اكثر بكثير خلينا نتعرف عليه من البداية كيفية تعمل حساب داخل التطبيق وكل الاسئل ان شاء الله اللي تحتاجها اول ما تفتح التطبيق هذه هي واجهة التطبيق بيجيك اللي هو رسالة الاشعارات حابب الاشعارات او لا على كيفك يا اوكي يا لا بعدها بتضغط على start بعدها هتسوي sign up اللي هو تسجيل حساب لو انت قد مسجل حساب او تعرف التطبيق في اي وقت حابب تدخل هتسوي login فانحنا هتسوي sign up الان بيقول لك حط ال nickname يعني اسم المستخدم اللي حيظهر للناس خلص تختار اي اسم لك بعدها هتحط على السهم الاخضر طبعا لو جاك هنا بالاحمر غلط او شي يعني بيقول لك ان الاسم مأخوذ قبل كده فاختار اسم غيره فحنضغط السهم الاخضر الان بيقول لك حط كلمة سر وكررها كلمة السر لازم تحتوي على حروف وارقام وما تكون اقل من ثمانية خانات طبعا لازم يكون فيهم حرف كبير اللي هو حرف capital مثال وليس كلمة سر تنشئها انت مثلا نحط اي كبيرة اي اسمول بعدها ست ارقام مختلفة بكذا حيقبل معك طيب بعد ما حطينا كلمة السر وكررناها هنا هنضغط على السهم الاخضر الان بيجب لك هذه المعادلة يعني عشان بس ما تثبت انك شخص يعني ما يثبت انه ريبوت او شي هنا مكتوب اربعة في صفر يساوي انا هحط صفر طبعا لو ما هي واضحة معاك او ما يقدر تحللها اضغط على نفس الصورة هيجب لك واحدة ثانية هنا جب لي ستة ناقص اثنين يعني اربعة بعدها هحط السهم الاخضر وبكذا اتنشأ حسابي وهذا هو الرقم اللي اعطيه اي شخص يضيفني من خلاله اربعمائة وسبعة ستمية اربعة وتسعين طيب اضغط على السهم الاخضر الان صار حسابي جاهز طيب مبدئيا هنا هيكون عندك اللي هي محادثاتك هذه هي واجهة المحادثات هذه واجهة الكنتاكتس هذه جهات الاتصال اللي انت ضايفها او حابب تضيفها ايضا هنا الويب زي فكرة الواتس اب تقدر تشغله على جهازك الكمبيوتر يعني مرة سهل جدا وهنا اللي هي الاعدادات طيب خلينا اول شي لو حابب تضيف شخص كيف تضيف شخص عن طريق علامة الزائد اللي بالزاوية بالاعلى وبعدها بيجيك نيو تشات اللي هي محادثة جديدة او اد كونتاكتس اللي هي اضافة جهة اتصال او سكان الكيو ار كوت يعني التطبيق نفسه بيعطيك كوت زي السناب شات تقدر ايضا تضيف اشخاص من خلاله فمثلا بحط اد كونتاكت من هنا بحط رقم الشخص اللي انا حابب اضيفه وبعدها ببحث عنه رقم كل شخص بيظهر عنده هنا وبيظهر الكوت التبعه هنا يعني هذا البر كوت لو انت حابب اي شخص يضيفك من خلاله او الرقم لو ايضا حابب اي شخص يضيفك من خلاله يبتعطي الرقم يبتعطي البر كوت وانت لما بتضيف احد او اي احد يضيفك من هذا الرقم هو اللي بتبحث عنه هنا الآن لو رحنا على الستينج حنحصل هنا اول خانة اول خانة اللي فيها اللي هو صورة الحساب من هنا اختار صورة لحسابي اضغط فقط على الدائرة الزرقة خلاص الان اخترت هذه الصورة بحطها النفسي وانتظر عليه لحد ما يرفع للصورة طيب هنا نك نيم طبعا تقدر ايضا تعدل وما عندك اي مشكلة ما يعطيك صراحية التعديل وهنا اللي هو البات فقط مجرد تضغط عليه ضغطة بسيطة بيقول لك تم النسخ وتقدر تعطيه اي احد وهذا البركود الخاص بيك ايضا تقدر الثلاث نقاط اللي فوق تقدر تسيفه او تحفظه عندك في البوم الصور ولكن لو ضغط اول واحد اول خيار عندك ريسيت اللي هو بيغير لك البركود ثاني خانة عندك اسمها فولدرز هذه المجلدات ايش يعني المجلدات اللي هي الصور والفيديوهات اللي انت حفظتها من داخل التطبيق اكيد بيحفظ لك هي هنا والميوزيك اللي هي الصوتيات والاذر اللي هو اي ملف معناته انه يقبل جميع انواع الملفات تقدر تبادلها طيب لو رحنا على السيكوريتي اللي هي الحماية اول خانة تقدر تضيف رقم جوالك ثاني خانة تضيف ايميلك ثالث خانة اللي هو باسوردك او كلمة السر تقدر تغيرها طبعا هنا من اول ما تدخلها هتحط الكلمة القديمة تحط الجديدة وتكررها بعدها تضغط على سبميت اللي هو موافقة طيب عندك سكرين لوك باسكوت هذا اللي هو قفل الشاشة او قفل التطبيق بكلمة سر يعني تقدر تقفل تطبيقك بكلمة سر خلينا نجربها الآن طيب الآن صار جاهز بكلمة السر الآن لو خرجنا من التطبيق رجعنا دخلنا لاحظ معايا على طول طلب كلمة السر ممتاز جدا أيضا يدعم الفيس اي دي يعني تقدر تدخل ببصمة الوجه تفتح الخيار ويصير ممتاز عندك بعدما تدخل بكلمة السر يفتح لك مباشرة بالفيس اي دي طبعا من هنا أيضا تقدر تغير كلمة السر حقتك هتحط الجديمة بعدها هنا بيقول لك حط اللي هي نيو الجديدة طيب لو رحنا الخيار اللي هو كلير شات هستوري اللي هو مسح المحادثات عندك أول خيار لو ضغط عليه بيقول لك يعني احتفط بيها يوم واحد بعدها يمسح لك هي أو أسبوع أو شهر أو على كيفك انت خليه اللي هو تحكم يعني تقدر تحط ساعات تقدر تحط أيام على كيفك أو أسابيع أو شهور أو سنة أو إلى آخر فأنا ما بحط أي شيء بحذفها يدوي وهنا عندك خيار جدا جدا مهم في التطبيق اللي هو device management هذا الخيار بيعرفك إش هي الأجهزة اللي داخلة بحسابك فلاحظ معايا جاب لي آيفون الـ XS Max أو الـ XS Max هنا الاسم هنا إصدار حتى الجوال وهنا الساعة كام دخل والتاريخ كام فعشان تقدر تحدد انت ولا مو انت فصراحة وسائل الحماية جدا رهيبة هنا اللي هو حذف حسابك بالكامل يعني هنا تقدر تحذف الحساب اللي انت أنشعته واللوج آوت اللي هو تسيل خروج من الحساب طيب في النهاية التطبيق يدعم اللي هو تقدر تسوي جروبات تقدر ترسل بروتكاستات أيضا تقدر ترسل اللي هي مؤقتة اللي هي محادثة مؤقتة مع أي شخص أو اللي كانت اسمها في الـ BBM اللي هو Private أو خاص طيب التطبيق هذا يعتبر أنه شخص قاعدين يتحدث معاه هنا علامة الزائد لو ضغط عليها هيطلع لك أنك تقدر ترسل صور أو فيديو تقدر تشغل تقدر ترسل مباشرة من تصوير من الكاميرا تقدر ترسل هنا علامة الميكروفون تقدر تسجل أيضا بالصوت اللي هو رسالة صوتية وهنا في عدة إيموجيات أيضا في المحادثة تقدر تتسوي اتصال سواء بالصوت أو بالفيديو ولكن طبعا هذه المحادثة الخاصة ما فيها فعنا عشان ما عندي أي شخص هنا ولكن التطبيق يدعم اللي هو مكالمات الصوت ومكالمات الفيديو في النهاية التطبيق متوفر بشكل مجاني بالكامل لأجهزة الآيفون وأيضا لأجهزة الأندرويد روابط التحميل بتلاقوها بصندوق الوصف أسفل الفيديو مع السلامة للبي بي ام ومع السلامة انتو يعطيكم ألف عافية لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة وفي أمان الله